انا اتعجب من هؤلاء الشباب انا والله بكل صراحة اتعجب من هؤلاء الشباب تراه يضع في عنقه سنسالا ويضع في يده سنسالا ويصبغ شعره ماذا تريد من ذلك تراه يرخي بنطاله ويقتب على بنطاله ويمزق بنطاله ماذا تريد من ذلك ايها الشاب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المخنثين من الرجال اخرجوهم من بيوتكم ماذا تريد ايها الشاب من ذلك عيب والله عيب ايها الشباب اسمعوني بالله عليكم كفاكم لعبا كفاكم مراهقة كفاكم كفاكم الامة بحاجة لكم ورب الكعبة اسامة بن زيد اسمع ماذا اقول اسامة بن زيد شاب من شباب الصحابة لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره قاد الجيوش وغزى الروم هذا الشاب حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال استوصوا به ماذا ماذا تريد نريد من الشباب ان يقتدوا باسامة وابن عباس وابن مسعود وابي هريرة وليس جيلا يضع في عنقه سنسالا ويضع في يده سنسالا ويكتب على بنطاله ويرخي البنطال ويمزق البنطال الله عز وجل مدح هذا الصنف من الشباب فقال جل في علاه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله عز وجل مدح هذا الصنف قال جل في علاه إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى